بسم الله الرحمن الرحيم Trauma of external auditory canal and tympanic membrane أول حاجة لو كان فيه laceration في external auditory canal اللaceration دي ممكن تكون جاية نتيجة foreign body impacted أو unscaled earwash اللaceration دي بتعمل إيه؟ بتعمل أوتر إيه؟ inflammation توصل لمرحلة الأوتايتس إكسترنا طيب علاجها إيه؟ antibiotic plus corticosteroid ear drop طب ليه corticosteroid to avoid hypersensitivity rising from antibiotic use تاني حاجة longitudinal fracture of temporal bone جاية نتيجة إيه؟ نتيجة مثلاً trauma هتأثر عليها؟ هتأثر على ثلاث حاجات tempanic membrane, middle ear, facial nerve بنسبة 20% هتعمل إيه؟ لك هتعمل أوترية لها أوترية ccf and conductive hearing loss تالت حاجة foreign body of external auditory means لازم أعرف الأول بالاوتوسكوب أعرف طيب animate ولا إيه animate؟ animate مثلاً زي الإنسكت طيب ليه أعرف لا ولامسلاً حاجة animate لازم الأول آآ 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 أموتها الأول قبل ما إيه؟ قبل ما أعمل ريموفل تمام طب لو كانت او طب ليه بعرف اللي لانه لو ممنوع اعمل طيب انا مسلا دخلت الاوتوسكوب عرفت الاول انه مثلا لازم الاول حط اللي هو اول حاجة طب لو كانت الايماد مش هينفعام الحاج ليه استيما او الحاجة طب لو كانت الايماد هام封ش تمام برضه اعرف هي داخل ولا لارج لان سمول هتبقى اسمتوماتيك. لو لارج لأ ممكن تعمل سيمتوم. ممكن تعمل للفيجاس. نعمل طيب. المفترض الاول هعمل ايه? هعمل 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 اول بس بشرط انه ما تكونش ولو كانت حاجة هعمل ايه? هحط الكل او اول دروب. هستخدم الاسترومنت الايك هوكس او حاجة اسمها كروكوديل فورسيبس. طيب الاسترومنت ممكن هستخدم معها جنرال انسيزية لو كان او ولو كان الفورين بادي لارج هعمل بوست طيب لو حصل هيحصل ثلاث حاجات اكيد انجري والانجري هيأثر على تمانيك ميمبران ويأثر على سكن انفكشن هيعمل اوتاتيس اكسترنا طيب لو كان لارج هيبقى امباكتد والامباكتد ممكن يعمل ايه? ممكن يعمل ممكن يعمل ممكن يعمل ممكن يعمل ممكن يعمل ممكن يعمل اخر موضوع هو تروماتيك ميمبران رابشور. تروماتيك ميمبران رابشور هيعمل بين اف سيفير والبين ده بيبقى ترانزيانت اتايم اف رابشور. اتنين لو كان ميلد هيعمل بلادي اوترية برضو اتايم اف رابشور. هيرينج لوس تينيتس ويه اير اسكيب فروم اير اون نوز بلوين. طيب الربشور ده نتيجة ايه? ممكن تكون حاجة انديريكت لايك باروتروما او هاند سلابس. ممكن تكون دايريكت اه نتيجة ايرووش او ريموفل اوف فورين بادي حاجة اجريسيو او انا ممكن يكون نتيجة او 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 الساين اكيد هيبقى في بلادي اوترية وهيبقى فيه تنبانيك ميمبران بيرفوريشن. البرفوريشن بقسمه نوعين. تروماتيك او بصولوجيكل. لو انا بصيت بالاوتوسكوب لقيت ده تروماتيك. هعرف ازاي انه تروماتيك او بصولوجيكل. طيب هو الاول تروماتيك اكيد في هستوري اوف ترومة. تاني حاجة مفيش دستشارج هستوري يعني هو مش جاي مسلا دستشارج من زمان لا هو دستشارج لسه حالا. والدستشارج ده بلادي. بس بالتنبانيك ميمبران طبعا لتسعة اعشار هو البارس تنسى. واشر واحد هو البارس فلاسة ده. غالبا بيبقى في البارس تنسى او مش غالبا هو دائما بيبقى في البارس تنسى. اللي هو الايه? البرفوريشن. طيب. بيبقى. 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 بيبقى ميوكو بيورلاند مش بلادي تمام والميدل اير بتبقى انفليند طيب ممكن يكون البرفوريشن في البارس سنسا او البارس فلاسي ده وتنبانك ميمبرا ريمناند ريمناند ار كونجيستد اوبيك ان ثيك سمول او رلاج ريجلور اوفل راوندد ميوكو بيورلاند بوردرس وببقي في ميدل اير بتبقى انفليند طيب لما اجي عمللو تكل فيوكو بيبقى ثابق ايه العلاج weiter GALYBA بعد 6هور من 3 6هور بيبقى يحصله طب لو ما حصلش هبر ان انا استخدم او ان انا اعمل